اشتركوا في القناة وعن حال المجتهدين من الصحابة الكرام المتصدرين لبيان الاحكام الشرعية ولتعليم الفقه والافتاء للامة كلها من كبار اولئك الصحابة عبدالله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبدالعزة رضي الله تعالى عنه هو ابن سيدنا عمر ابن الخطاب الخليفة الثاني امير المؤمنين وكان يطلق عليه كونية هي ابو عبدالله ابو عبدالرحمن ابو عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان من بني عدي وهو بطن من قريش فهو قرشي عدوي لازم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقي نسبه ونسب ابيه مع سيدنا رسول الله في كعب ابن لؤي أمه وأم أخته أم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مضغون كان هناك رجل من الصحابة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي وهو عثمان بن مضغون ولما مات عثمان بن مضغون رضي الله تعالى عنه في حياة النبي ودفنه النبي وضع صخرة كبيرة عند قبره وقال هذه صخرة أعلم بها قبر أخي عثمان عثمان ده يبقى هو خال حفصة وخال عبدالله ابن عمر لأنه أخه زينب زينب بنت مضغون وعثمان بن مضغون اللي اتنين ده وإخوات زينب اتجوزت سيدنا عمر وخلفت منه عبدالله وحفصة عبدالله ولد في العام العاشر قبل الهاجر يعني في ماك يعني لما جم يهاجره كان عنده عشر سنين ولما جه يسلم أسلم مع أبيه فاكرين لما سيدنا عمر راح لأخته فاطمة والسعيد بن زيد وأسلم كذا إلى آخره أسلم معه بقى في اليوم ده ولذلك فهو أسلم صغيراً ولم يبلغ مبلغ الرجال ونشأ من صغاره في الإسلام وكانت هجرته إلى المدينة حتى قبل هجرة سيدنا عمر ولذلك وهو دلوقتي لما جاد بدر بقى كان عنده حداشر اتناشر سنة فلم يشهد بدر إنه عسلم رفض إنه يطلعه ولم يشهد أحد برضو رفض إنه يطلعه لسه صغير ما بلغش لسه وفي غزوة بقى الخندق آه في غزوة الخندق كان يدوبك بلغ يعني 14 سنة بتاع مش عارفه وصمم هو نفس الولد صمم إنه هو يشترك وإنه على السلام ده جسمه قوي ويستطيع إنه يخدم فيه الجيش شاهد بقى غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب شاهد اليارموك شاهد فتح مصر إفريقيا يعني أدرك أيضا فتح مكة وهو عنده عشرين سنة فكان سيدنا عبد الله بن عمر يعني من شباب الإسلام وبذلك لما انتقل النبي إلى الرفيق كان عنده 21 سنة حاجة كده زي كده فكان برضو أكبر من ابن عباس لكنه أصغر من ابن مسعود اللي احنا تكلمنا عنهم قبل كده كان الراجل ده عبد الله بن عمر آية من آيات الله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلده كان يقلده يقلد سيدنا صلى الله عليه وسلم تمام يعني يتحرك حركاته يعمل أفعاله ولدرجة انه مر وقف الركب وقف هنا ايه في ايه فنزل فبال عند صباطة قوم واقفا ماشي يمكن يريد قضاء حاجته كده وبعدين رجع وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول عندها قائمة طبعا دي لسنة ولا اي حاجة طب ماك بيعمل كده ليه واحد داب في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاب ذوبانا في سيدنا رسول الله لدرجة انه كان يلتزم ويفعل هذا سيدنا ابن عمر ربنا فتح عليه في الحج كان يحج كتير قوي حج اكتر من ستين حجة في الاسلام وكان يحب الحج سيدنا عبدالله ابن عمر يروي الفين ستمية وتلاتين حديث تقريبا عن رسول الله منهم مية تمانية وستين في البخاري ومسلم البخاري فيه واحد وتمانين ومسلم فيه واحد وتلاتين تفردات يعني يروي عنه بقى سيدنا نافع نافع كان الخدام بتاعه وكانوا يا اخي يعلموا الخدامين بتاعتهم ويكونوا ائمة من ضمنهم نافع عن ابن عمر نافع ده شيخ الامام مالك بعد كده ولذلك سلسلة الدهب ايه هي مالك عن نافع عن ابن عمر ف سيدنا نافع يروي عن ابن عمر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن برضو الناس اسلم واحد اسمه اسلم يروي عنه ايضا اسلم ده يبقى العبد بتاع سيدنا عمر مولى ابيه ابي مئة اللي هو سيدنا عمر فيبقى عندنا اسلم وعندنا نافع يروي عنه الحسن البصري يروي عنه ثابت البناني يروي عنه ذكوان السمان ذكوان ده كان يا ام عائشة وابن الزبير ويقرأ من المصحف هنا بقى الفقهاء قالك يا جوز قراءة وانت في الصلاة خاصة في الترويح تفتح المصحف وتقرأ منه ليه قال ذكوان كان بيعمل كده ذكوان ده تلميز عبد الله ابن عمر كان سيدنا عبد الله ابن عمر يعني زاهد وورع و ربما شمر احدهم فيلزم المسجد فاذا رأاه ابن عمر رضي الله تعالى عنه على تلك الحالة الحسنة اعتقه يعني ابن عمر ده عنده ناس كتير من العبيد فتلاقي واحد فيهم بيصلي اول ما يلاقيه بيصلي ومجتهد اول في الصلاة ام يعتقه فكانت الاولاد دول اللي عايز يتعتق ام يروح يصلي فكان ابن عمر يقول مرحبا بمن خدعنا بالله من خدعنا بالله ان خدعنا له ما هو ماله خليه يخدعون ولكن يلا بنا نفعل الخير وفعل الخير لعلكم تفلحون مر ابن عمر اعطى الامام نافع عشرة الاف دينار فقالوا له يا ابا عبد الرحمن ما تنتظر ان تبيع فيه يعني انت بدلوقتي بتشتري الراجل ده بعشرة الاف دينار وما لها تبيعه بكام فقال هو حر لوجه الله عشان نافع ده كان عنده حاجة كبيرة جدا سيدنا ابن عمر لا تنتهي عجائبه يعني له كثير جدا من المسائل الفقهية المسائل الفقهية هنختار منها بعضه لانه ده مسائله كتير جدا ذكر للسيدة عائشة قول ابن عمر ان الميت لا يعذب ببكاء الحي فقالت يغفر الله لابي عبد الرحمن شوف الادب ما كذبته اما انه ليس يكذب ولكنه نسي او اخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص يبكى عليه وهو ميت فقال انهم يبكون عليه وانه ليعذب في قبره وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وزرة وزرة اخر اذا نقضي الاحاديث كان شرال على عهد الصحابة الحديث انت بتقول ده يا سيدنا عبد الله بن عمر قد يعارض القرآن ولذلك انا سارده اظن انك انت لست كذابا حشاك انت من كبار العلماء ولكن انت اخطأت هكذا كان يتكلم الصحابة وينتقدون الاحاديث كان ابن عمر يقول لان اصبح مطليا بقطران احب الي من ان اصبح محرما وعلي طيب يعني كان يكره انه هو محرم يحط الاطر وكده في في جسم فقيل لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا يبقى ازاي بقى الكلام ده كان سيدنا عبد الله بن عمر عندما يسمع هذه الاحاديث التي اكتهد فيها من ورعه ولحبه بالرسول كان يرجع مرة اخرى عنها ويفعل ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا سئل ابن عمر عن متعة الحج الحج بنروح نعمل عمرة وبعدين نتمتع وبعدين نحج فامر به الذي حاجة حلوة فقيل له انك تخالف اباك شوف ازاي ابوك عمر كان بيقول لا ما فيش متعة في الحج او خلينا الحج نقرن بين العمر والحج او نفرد الحج فقال ان عمر لم يقل الذي تقولون هذه العلمة بقى والتسبت والضقة انما قال عمر افردوا الحج من العمرة فانه اتم للعمرة اي ان العمرة لا تتم في شهور الحج الا بهدي فاراد سيدنا عمر ان يجعل الناس تحج حجا مفردا ثم بعد ذلك تعتمر وهذا هو مذهب الشافعي فاذا سيدنا عبدالله ابن عمر كان من كبار العلماء من كبار الاطقياء من كبار الملتزمين توفي وهو ابن سلاس وسبعين توفي سنة سنة تلاتة وسبعين من الهجر وهو اخر من توفي بمكة من الصحابة تلاتة وسبعين من الهجر يعني كان عنده تلاتة وتمانين سنة لانه هو مولود عشرة قبل الهجرة يبقى تلاتة وسبعين لما يموت سنة تلاتة وسبعين يبقى عنده تلاتة وتمانين سنة وكان اخر من مات من الصحابة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد ادرك الحجاج والعياذ بالله تعالى الحجاج كان ظالما سفاكا للدماء كذا الى اخره فكان ادركه ابن عمر وهو الذي علمنا ان نصلي خلف كل بر وفاجر فسيدنا ابن عمر كان يصلي وراء الحجاج الحجاج هو الامير فابن عمر لا يريد فتنة في مكة فكان يصلي خلف الحجاج لكنه مع هذا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويأمره ان لا يسفك الدماء ويتكالب ما غضب منه مر الحجاج وقال له اقتلك قال فعلها يا حجاج شوف بعدما تقتل عبدالله ابن عمر هيحصل لك فخاف الحجاج منه رضي الله تعالى عنه وعن ابيه الى لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة